من أساطيره دايماً بروسيا دورتموند معودنا على يعني جحافل الهجوم يعني ليفندوفسكي ومن بعده هالند وعصمان ديمبلي وسانشو دول يمكن الجداد لكن الحقيقة ده مشوار طويل وعدد كبير جداً من أسماء نفكر عشاء دورتموند وأنا عارف أن في ممكن جزء من الجمهور يبقى متابع دايماً بروسيا دورتموند واحد من عملقة الحقيقة مش عملقة بس على مستوى الأسماء والأداء لكن على مستوى التكوين والجسم كمان يان كولر طبعاً نجم الكرة الشيكية واحد من النجوم الجيل الدهبي للشيك لعب طبعاً مع بروسيا دورتموند لعب مع موناكو حيكون ضفنا دلوقتي في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية طبعاً لازم أوجهه شكر وتحية كبيرة جداً على مشاركته معنا وأهلاً وسهلاً بي دايماً على شاشة الأهلي في السادسة شكراً جزيلاً وشكراً لدعوتكم لي شكراً لكم انت من المهاجمين اللي مش ممكن يعني ننساهم واحد من أفراد الجيل الدهبي لمنتخب التشيك وواحد طبعاً من مهاجمين المميزين جداً في الدولة الألمانية في البونزليجا وكنت متقلق طبعاً مع بروسيا دورتموند خليني أكلمك على مواجهة النهاردة نهاردة الصدام أو الكلاش الأبرز والأهم هيجمع بين الستي وهيجمع بين بروسيا دورتموند بتشوف المواجهة ازاي؟ نعم أعتقد أنه مباراة مميزة جداً بسبب هالند الذي انتقل إلى مانشستر سيتي وهو كان لاعباً بالأمس في بروسيا دورتموند ولهذا بالطبع أعتقد أن مانشستر سيتي لديها أفضلية طبعاً بالفوز والفوز بالبطولة ولكن أعتقد أنه ستكون مباراة صعبة جداً ممكن أسألك سؤال متعلق شوية بفريق بروسيا دورتموند لحقيقة يمكن مدرسة قدمت لأهم ماندية أوروبا كوكبة كبيرة جداً من الأسماء على مدار تاريخ طويل يعني أنا ممكن أعد عشرين أو تلاتين اسم كانوا نجوم برزة جداً في سماعة الكرة الأوروبية بدايتهم أو بداية تقلقهم كانت من خلال بروسيا دورتموند والسؤال هنا ليه فريق زي بروسيا دورتموند عنده شعبية وعنده جماهرية ما بيقدرش يحافظ على نجومه وبالتالي يقدر ينافس على الألقاب الأوروبية نعم هذا طبيعي لأن بروسيا دورتموند دائماً يبتقون مع لعبين في سن صغير ويجاهزهم من أجل الانتقال للأنذية الكبيرة مثل الليفندوسكي الذي بدأ في بروسيا دورتموند والآن ولكن بروسيا ليس بالفريق الأول مثل باير ميونيخ أو برشلونة أو ريال مدريد ولكن هو دائماً فريق يعطي اللاعبين الصغير يجاهزهم ثم ثم يعطيهم للأنذية الكبرى والأعظم في أوروبا خالد فاروق أحبت أنا عندي معلومة كده أن ميلا برش اللي كان شريكه في خط هجوم متخب الشيك لسه بيلعب لحد دلوقتي هو داخل على 41 سنة وهو يان كولر كان يمكن أكبر شوية فعايزة أسأله إيه تعليقه على ميلا برش وهل ممكن بقي فكر يرجع تاني وهو بعد هل السؤال وصل؟ السؤال وصل ليان كولر السؤال لأنه ميلا برش شريكه في خيادة خط هجوم منتخب الشيك ما زال في الملعب لغاية النهاردة إزاي بيشوف ده من يورو 2004 بالظبط كده نعم نعم في الوقت الحالي هو ما زال يسعى ويعيش الآن في تشيك ويبقى في دولة تشيك ونحن دائما على علاقة قوية ونتواصل بشكل دائم بعد المباريات ونلعب بعد المباريات الودية بيننا وبين أصدقائنا ودائما على علاقة قوية أنا بس عندي سؤال ما عرفش هل هو لحقه ولا لأ هو طبعا يان كولر بنرحب به طبعا نجم كبير جدا كلنا تربينا على يان كولر وإحنا بنتفرج عليه فنجم كبير جدا بنرحب به هو ما لحقش محمد زيدان بسهلا ما ينفعش يبقى عندي يان كولر النجم الكبير اللعب في بروسيا دورتمونت ومسألوش عن فترة كابتن محمد زيدان مع بروسيا ما كملتش ليه يعني تقييم الفترة محمد زيدان في بروسيا دورتمونت مش أكتر محمد زيدان كان لاعب أكثر من رائع لاعب بالفعل كبير خطير في بروسيا دورتمونت كان لاعبا رائع وعلى فكرة أنا دائما بتواصل مع محمد زيدان نحن في تواصل دائما ونحن سنلعب مباراة قريبا محمد زيدان سيكون معي في مباراة قادمة فهو الآن ومن قبل حتى الآن هو ما زال لعب رائع هو ما زال لعب ينتلك الكثير من الإمكانات والمهارات فترة تراجع بالنسبة ليفربول بعد العام السابع هو دايما بيمضي العقد بتاعه لمدة سبع سنوات فأنا عايز أعرف رأيه سبب هل فعلا ليفربول مع يورجن كلوب بعد السبع بعد سبع مواسم هيكون فيه تراجع زي التراجع اللي كان في آخر موسم لي مع بروسيا دورتموند والأدى الرحيله من بروسيا دورتموند هل ليفربول معرض لنفس الآزمة دي مع يورجن كلوب ولا لا؟ نعم يورجن كلوب هو عمل في بروسيا دورتموند ثم بروسيا دورتموند ثم ليفربول ولكن بنسبة لي لكن بنسبة لي يورجن كلوب هو مدرب كما أقول مدرب كبير أتمنى أتمنى أن يستمر على المستوى الجيد ولا يختلف الأمر بعد سبعة أعوام مع ليفربول وأتمنى له الكثير من النجاح على ليفربول لو طرحت عليك الأسماء دي وطلبت منك تختار الأقرب أو أكتر حد بيعجبك منهم كمهاجم أو كهداف إيرلينج هالند روبرت ليفندوسكي كريم بنزيمة هاري كان مين من وجهة نظر يان كولير هو الأفضل في الوقت الحالي؟ مئة في المئة هو هالند هالند هو اللاعب الكبير بمعنى الكلمة ولديه أيضا شخصية جميلة ورائعة وبنسبة لي هو في المرتبة الأعلى وفي المرتبة الأفضل فوق كشخص وكلاعب أيضا فأسأختار هالند من وجهة نظرك هل أن الدوري الألماني يفقد نجمين في نفس التوقيت في نفس الموسم بحجم ليفندوسكي وبحجم هالند ليفندوسكي للبارسا هالند للمان سيتي ده يأثر على واحد قوة المسابقة والجماهيرية والشعبية أثنين فرص الفرق اللي بتتنافس على تحييل عقب البطولة ولا لا؟ هذا حقيقي بالفعل بالطبع لعبان كبيران جدا هم أفضل لعبان في الدوري الألماني ولهذا الدوري الألماني بالفعل فقد إثنان من أكبر اللاعبين الذين لعبوا في تاريخ الدولي الألماني ولكن أتمنى أن يأتي الآخرين وسيأتي لعبين أيضا رائعين إلى الدوري الألماني للبايرن والبروسيا دورتموند وأتمنى أن يكون لعبين على نفس المستوى هالند وليفندوسكي يهمني كمان أسألك مش بس على الدوري الألماني وعلى عبروسيا دورتموند يهمني أسألك على تشيك اللي في فترة من الفترات يعني يمكن الجيل بتاعك قدر يعمل نقلة نوعية للكرة تشيكية وقدر يحط منتخب تشيك على قريطة المنتخبات القوية على مستوى العالم وبالتالي يهمني أسألك إيه اللي حصل وليه التراجع اللي حصل على مدار السنوات الأخيرة نعم نعم نحن امتلكنا بالفعل جيل مختلف جيل رائع مجموعة من اللاعبين الذين أثروا في الفريق على مستوى الأداء ولكن نعم أعلم أن في هذا الوقت اختلف كثيرا وبالنسبة لنا كالشعب لاحظنا هذا لا يوجد كثير من المواهب ولا يوجد كثير من اللاعبين الكبارة العزين عبدالله الكبيرة فهذا ما أثر وهذا ما تسبب في هذا الاختلاف والتراجع ولكن أعتقد أن في هذا الوقت الحالي قد بدأنا بشكل ما أن يظهر بعض اللاعبين بأداء جيد وأتمنى أن في المستقبل لدينا الآن حارس جيد جدا على مستوى حارس المرمى وأنا أتمنى أن في الوقت القادم يتقدم اللاعبون للمستوى أفضل أنا آخر شيء بس بما أننا تكلمنا عن منتخب التشيك وإحنا عصرنا منتخب التشيك في نجوم كبار زي يان كولر زي بيتر تشيك زي بافل ندفد عدد من الأسماء الكبيرة جدا في عالم كرة القدم عامة من اللي يان كولر بحكم متبعيته الأكيد لمنتخب التشيك بمختلف أعماره وروزيسكي طبعا وروزيسكي قطعا وروزيسكي من اللي يقدر يقول أنه هو ناكست سوبرستار من اللي يقدر يقول من الأجيال اللي طلعه أنه هو هيبقى النجمة الأول في منتخب التشيك بالزبط أعتقد باتريك باتريك تشيك هو لاعب باير ليفر كوزين هو أفضل هداف وهو اللاعب الأفضل بالنسبة لي هرجع معك تاني لبطولة الشامبيونس ديج فريقك المفضل أو الفريق اللي بتشوف أنه فرصه أكبر في تحقي لقب السنة دي أي فريق أو شجع في الشامبيونس ديج يعني مين من وجهة ناظرك هل ريال مادريد برشلونة ليهم نصيب باي ميونيخ بروسيا دورتموند فرصهم في المنافسة ولا تفضل نادي إنجليزي أو نادي إيطالي أو بي أجي مثلاً بما أنك في موناكو فرنسا حالياً تفضل بروسيا دورتموند ولكن يوجد فريق جيد آخر هو باي مينيخ وريال مادريد هم الذين يعدون بشكل جيد وآخرهم ليفر بول ودائماً أحب ليفر بول أيضاً شايف مين المنتخب لحظوظه أكبر في تحقيق لقب بطولة كاس العالم بالنسبة لي أعتقد البرازيل أعتقد لا أعرف لماذا ولكن أعتقد أن البرازيل هي الأقرب يان كولر نجم المنتخب تشيكي ونجم بروسيا دورتموند وموناكو أشكرك شكراً جزيلاً على مشاركتك معنا في السادسة وكل التوفيق